في حاجة جميلة جدا برضو وإحنا بنرفي وبنحزن على رحيل شخص كبير بقامة الفنان سمير صابري نقول إنه هو رحل لكنه على الأقل ودي حاجة تعزينا جدا إنه عايش عمر مليان بالحياة مشي وبمصطلح الناس البسيطة كده شبعان من الدنيا عشان كده النواردة واحدة من الزملاء الصحفيات المتميزات كتبت النواردة وقالت ما تقولوش بعد صراع مع المرض تقولو إنه انتصر لأنه هذا الرجل مش المرض هو الانتصر رجل توفي بعمر مديد مليان بالعمل والنهاردة هنكون كمان بنقول مع حضراتكم قد إيه حجم هذه يعني العطية الكبيرة اللي كانت في حياته وإنه من عمره 23 سنة لحد عمره 86 سنة لحد عام رحيله وهو بيعمل الحاجة اللي بيحبها واللي هو موهوب فيها الإرث الفني الكبير 140 فيلم وأربعين مسلسل أعمال فنية متعددة الأشكال والألوان تلفزيون وإذاعة وبرامج ومصرحيات فوزير كل حاجة فلما تقول حد شامل في الموهبة تبقى بتقولها بيقين حقيقي عن قيمة كبيرة احنا فقدناها فنان سمير صبري قبل وفاته كان خرج من المستشفى بعد فترة علاج وقضى فترة نقاها في أحد الفنادق في وسط القاهرة اللي النهاردة يعني وافته الملية فيه أثناء هذه الفترة وأثناء وجوده في أحد الفنادق النهاردة طبعا تلاقي ناس كتير قوي من محبي حواليه وبينعوء كمان دكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة نعت الفنان الكبير سمير صبري وقالت أنه أحد عضواء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة